اشتركوا في القناة لاتقان رسم الخطوط اليوم لدينا الخطوط المائلة يمكن اتقانها على عمر 4 سنوات والنصف بداية نبدأ في تعليم الطالب ما هو او كيفية رسم الخطوط بالاشكال او بالمهارات التحفزية للطالب كما نرى في هذه الصورة يمكننا استخدام الرمل او الملح في رسم او كتابة الخطوط يمكننا استخدام هذه الرمال او استخدام المعجون او استخدام الكريم الحلاقة لتحفيز الطالب لرسم هذه الخطوط وما التعرف عليها ثم يمكننا الانتقال الى المرحلة الاخرى كما نرى هنا عزيز الطالب علينا تقليد ما يتم رسمه انظر الان يتم رسم خط علينا تقليده بهذا الشكل احسنتم هيا نكرر يتم رسم خط ثم علينا تقليده احسنتم هيا مرة اخرى من الجهة الاخرى يتم رسم خط وعلينا تقليده احسنتم بهذا نكون قد اتممنا مرحلة التقليد والان ننتقل الى المرحلة الاخرى وهي مرحلة تعليم رسم الخطوط او تقليد الرسم الخطوط المتعرجة هيا نطبخ يوجد لدينا خط متعرج علينا تقليده عزيز الطلبة هيا نقلد رسم خط متعرج احسنتم مرة اخرى نرسم خط متعرج علينا تقليده احبة الطلبة هيا يتم تقليد الخط المتعرج احسنتم والآن أحبة الطلبة علينا تقليد الخط المتعرج ذو الزوايا الحادة انظروا هنا أنه يتم رسم الخط المتعرج ذو الزوايا الحادة هيا نعيد أو نقلد ما تم رسمه هنا أحسنتم هكذا نكون قد تعلمنا تقليد الخطوط المتعرجة الآن ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي رسم الخطوط المائلة عن طريق التنقيط يوجد لدينا هنا خط مائل إلى الجهة اليمنى يجب علينا أن نضع خطوط متقطعة عريضة لزيادة الانتباه ووضع نقطة بداية هيا نطبق معا هذه هي نقطة البداية علينا أن نبدأ منها هيا نرسم على الخط أحسنتم الآن يتم الرسم على الخط من بداية من نقطة البداية ثم إلى النهاية وبهذا نكون قد رسمنا خط مائل إلى الجهة اليمنى مرة أخرى أحبة الطابة نضع القلم على نقطة البداية ثم نبدأ برسم الخط على الخطوط المتعرجة أحسنتم وبهذا الطريقة نكون قد رسمنا خط مائل إلى الجهة اليمنى هيا نطبق على الخط المائل إلى الجهة اليسرى نضع القلم على نقطة البداية كما هو موضح هنا النقطة السوداء ثم نبدأ برسم الخط على الخطوط المتقطعة أحسنتم هذا خط مائل إلى الجهة اليسرى أحسنتم أحبتي مرة أخرى نضع القلم على النقطة السوداء ثم نبدأ برسم الخط أحسنتم بهذا نكون قد رسمنا الخطوط المائلة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى على النقاط أو تتبع النقاط ننتقل الآن إلى الخطوط المائلة انظروا أحبة الطلبة إلى هذا الشكل إنه خط منحني أو متعرج وله زوايا منحنية والآن أحبة الطلبة الآن سوف يتم رسم الخطوط المتعرجة على النقاط هيا نطبق معا أحبة الطلبة يوجد لدينا هنا نقطة البداية كما نرى الخطوط المتعرجة منقطة وذو نقاط عريضة حتى تزيد الانتباه هيا نطبق معا نضع القلم على النقطة السوداء وهي نقطة البداية والآن سوف نرسم الخط هيا نرسم معا أحسنتم هكذا رسمنا الخط مرة أخرى نضع القلم على نقطة البداية ثم نرسم الخط أحسنتم أحبة الطلبة وهذا نكون قد رسمنا الخط المتعرج ذو الزوايا المنحنية هيا ننتقل إلى التمرين الآخر وهي نسخ ما تم رسمه على الورق انظروا هنا أحبة الطلبة يوجد لدينا هنا خط مائل إلى الجهة اليمنى وخط مائل إلى الجهة اليسرى علينا الآن رسمه داخل الحيز يتم وضع الحيز حتى نرسم الخط داخله هيا نرسم هذا الخط هنا هيا أحبة الطلبة نطبق معا سوف نرسم خط مائل إلى الجهة اليمنى أحسنتم لقد رسمنا خط مائل إلى الجهة اليمنى وهنا ما هو هذا الخط مائل إلى أي جهة؟ إنه مائل إلى الجهة اليسرى هيا نرسم معا هيا أحبة الطلبة أحسنتم الآن قد رسمنا أو نسخنا كما هو مبين لدينا خط مائل إلى الجهة اليسرى وخط مائل إلى الجهة اليمنى والآن ننتقل أحبة الطلبة إلى نسخ الخطوط المتعرجة انظروا إلى هذا الشكل هيا أحبة الطلبة أريدكم أن تنسخوه هذا الشكل داخل حيز هيا نطبق معا أحبة الطلبة سوف نرسم خط متعرج ذو زوايا منحنية هيا نطبق معا نضع القلم ثم نرسم هذا الشكل انظروا وبهذا نكون قد رسمنا خط متعرج ذو زوايا منحنية أحسنتم هيا نطبق مرة أخرى علينا رسم هذا الخط المنحني هيا أحبة الطلبة خط متعرج ذو زوايا منحنية هيا نطبق معا هيا نرسمه هنا الآن سوف يتم رسم خط متعرج ذو زوايا منحنية أحسنتم والآن عزيز الطالب هيا نطبق هذا التمرين معا علينا أن نرسم خط مائل هيا عزيز الطالب نمسك القلم ونرسم خط مائل هيا نرسم خط مائل عزيز الطالب أريدك أن ترسم خط مائل إلى الجهة اليمنى أحسنتم والآن خط مائل إلى الجهة اليسرى أحسنت هكذا قد رسمنا خط مائل إلى الجهة اليمنى ورسمنا خط مائل إلى الجهة اليسرى والآن أريدك عزيز الطالب أن ترسم خط منحني أو متعرج ذو زوايا منحنية هيا عزيز الطالب عليك رسم خط متعرج أحسنت الآن أنت رسمت خط متعرج ذو زوايا منحنية أحسنت عزيز الطالب والآن ننتقل عزيز الطالب إلى تمرين آخر وهو تمرين تطبيقي على رسم الخطوط المائلة انظر إلى هذه النماذج عزيز الطالب علينا إيصال المفتاح بالقفل والأعواد في الطبلة أو الحذاء في المعطف أو العصى بالكرة هيا عزيز الطالب نطبق معا هيا نوصل المفتاح بالقفل إنه خط مائل أحسنتم وهنا علينا إيصال خط مائل أيضا وهنا أيضا وهنا عزيز الطالب علينا إيصال العصى بالكرة أحسنتم وهنا علينا إيصال الحذاءين في بعضهما البعض أحسنتم وهذه كما نرى يتم رسم خطوط مائلة كما نرى في هذا الشكل أحسنتم أحباء الطلبة والآن نطبق تمرين آخر على الخطوط المتعرجة كما نرى هنا لدينا خط متعرج ذو زوايا منحنية علينا تطبيق هذه الخطوط بهذا الشكل أحسنتم كما نرى هنا مرة أخرى علينا رسم هذه الخطوط على النقاعة كما نرى أحبة الطلبة أحسنتم وهنا علينا إيصال الخطوط المتعرج ذو زوايا الحادة كما نرى أحسنتم أحبة الطلب مرة أخرى علينا رسم خطوط متعرجة ذو زوايا حادة كما نرى هنا أحسنتم وبهذا نكون عزيز الطالب قد أنهينا هذه التمرين على الخطوط المتعرجة والمائلة قد تمرنا اليوم على رسم الخطوط المائلة والمتعرجة عن طريقة تقليد ثم عن نقاط ثم النسخ وأخيرا الطلب من الطالب أرسم خط مائل أو أرسم خط متعرج وإلى اللقاء في درس جديد